ستتعلمون في هذا الفيديو أحد العوامل التي تؤثر في استقرار القواعد المرافقة وهو الكهرو سلبية أمامكم صيغة عامة لحمض وهي HX يمنح هذا الحمض أيون الهيدروجين هذا وتبقى إلكترونات الرابطة التي ألونها بالبنفسجي مع X ليتشكل الأيون X- إذن X- هو القاعد المرافقة للحمض HX إذا كان الجزء X- مستقراً عندها تكون نسبة تأيون الحمض أكبر وهذا يعني أن الحمض أقوى تذكروا هذه العلاقة دائماً كلما كانت القاعدة مستقرة أكثر كان الحمض أقوى بناء على ذلك تستطيعون معرفة قوة حموض الجزء ما بمعرفة مدى استقرار قاعدته المرافقة استخدموا هذه العلاقة لمعرفة حموضة الجزئات التالية الجزء الأول هو الميثان قيمة PKA لجزء الميثان هذا تساوي 48 تقريباً الجزء الثاني هو الأمونيا وقيمة PKA له تساوي 36 تقريباً الجزء الثالث وهو الماء وPKA للماء عند تبرعه بذرة الهيدروجين القابلة للتأيون تساوي 16 تقريباً الجزء الأخير هو فلوريد الهيدروجين HF PKA لهذا الجزء تساوي 3 تقريباً تعلمتم سابقاً أنه كلما كانت قيمة PKA أقل كان الحمض أقوى وفي هذه المجموعة من الأحماض تقل قيمة PKA بالتحرك من اليسار إلى اليمين وعليه تزداد قوة الحمض بالانتقال بهذا الاتجاه إذن فلوريد الهيدروجين هو الحمض الأقوى بين هذه الأحماض الأربع وبما أنه الحمض الأقوى بينها تستنتجون أن قاعدته المرافقة هي الأكثر استقراراً والآن قارنوا بين القواعد المرافقة لهذه الأحماض الأربعة عند انتزاع أيون الهيدروجين هذا من الميثان تبقى إلكترونات الرابطة مع ذرة الكربون وتكتسب ذرة الكربون في هذا الجزء شحنة سالبة وعند انتزاع أيون الهيدروجين هذا من جزء الأمونيا تكتسب ذرة النيتروجين شحنة سالبة الأمر ذاته في جزء الماء عندما يمنح هذا الجزء أيون الهيدروجين هذا تبقى إلكترونات الرابطة مع ذرة الأكسوجين فتكتسب ذرة الأكسوجين في الجزء الناتج شحنة مقدارها سالب واحد وأخيراً عند انتزاع أيون الهيدروجين من هذا الجزء تبقى إلكترونات الرابطة مع ذرة الفلور ويتشكل أيون الفلور السالب قلنا قبل قليل أن HF هو الحمض الأقوى بين هذه الأحماض وبما أنه الحمض الأقوى إذن لا بد وأن قاعدته المرافقة هي الأكثر استقراراً إذن أيون الفلور السالب هو أكثر القواعد المرافقة استقراراً بالتحرك من اليسار إلى اليمين يزاد استقرار القاعدة المرافقة لتعرفوا تفسير ذلك فكروا بالذرة التي تحمل الشحنة السالبة في القاعدة الناتجة الجزء الأول هو القاعدة الأقل استقراراً الذرة التي تحمل الشحنة السالبة هي ذرة الكربون في القاعدة التالية الذرة التي تحمل الشحنة السالبة هي ذرة النيتروجين وفي القاعدة التي تليها الذرة الحاملة للشحنة السالبة هي ذرة الأكسوجين القاعدة الأخيرة هي أيون فلور وهي عبارة عن ذرة فلور ذات شحنة سالبة وهي القاعدة الأكثر استقراراً هذا النمط في تغيير استقرار القواعد هو نفس النمط في تغيير الكهر سلبية لذرات العناصر الحاملة للشحنة السالبة هذا هو ترتيب العناصر في الجدول الدوري وبالانتقال من اليسار إلى اليمين في الجدول الدوري أي من الكربوني ثم إلى النيتروجين ثم إلى الأكسوجين ثم الفلور تزداد الكهروس البية الفلور هو أكثر هذه العناصر كهروس البية وهذا يعني أن ذرته لديها أكبر قوة جذب للإلكترونات وهذا يفسر استقرار هذه القاعدة فبما أنها لديها أكبر قوة جذب للإلكترونات إذن فهي الأقدر على الاحتفاظ بهذه الشحنة وبالتالي تكون أكثر استقراراً مرة أخرى أيون الفلور هو أكثر هذه القواعد استقراراً وهذا يعني أن فلوريد الهيدروجين هو الأقوى بين هذه الأحماض وهكذا تعلمتم في هذا الفيديو كيف تستدلون على قوة الحمد من استقرار قاعدته المرافقة وتعلمتم أن أحد العوامل التي تؤثر على استقرار هذه القواعد هو الكهرو سلبية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر